تواصل ميليشيات أسد في مناطق سيطرتها محاربة السوريين بلقمة عيشهم وابتزازهم من أجل المال ففي منطقة القلمون الغربي قامت حواجز أمنية تابعة لميليشي أسد وحزب الله اللبناني بفرض إتاوات على العمال والمحاصيل الزراعية خلال موسم الصيف الجاري وبحسب تقرير لموقع أوريانت نيت فقد فرضت الميليشيات إتاوات على بلدات رانكوس وسرغايا وفليط والبخعة وتلفيت وحفير الفوقة بمنطقة القلمون الغربي مقابل السماح للأهالي بتوصيل منتجاتهم إلى أسواق العاصمة دمشق وإلا سيتم مصادرتها وذكر الموقع نقلا عن أهالي بلدات القلمون بأن حواجز الأمن العسكريا متمركزة على مداخل بلدة رانكوس وحواجز حفير الفوقة وفليط التابعة لميليشي حزب الله قام مؤخرا بفرض إتاوات وصلت لستين ألف ليرة سورية على كل سيارة زراعية فارغة تتجه نحو البساتين والأراضي الزراعية ومبلغ 180 ألف ليرة سورية على كل سيارة محملة وسائق الذي لا يقوم بدفع الضريبة تقوم الميليشيا بمصادرة سيارته مع الحمولة وتلصق له تهمة التهريب وأكد أحد الأهالي بأن عناصر من ميليشيا حزب الله هددت الفلاحين في كل من بلدات الجبة والفليطة وتلفيتة بمصادرة أراضيهم بالتزامن مع فترة جني محصول الكرز والعنب والتفاح وذلك إذا لم يتم دفع إتاوات وصلت إلى خمسمائة ألف ليرة عن كل قطعة أرض وتشتهر بلدات فليطة وتلفيتة بجودة الكرز الذي تنتجه الأراضي هناك والذي تصدر منه كميات كبيرة إلى دول الخليج كما إن بلدات القلمون الغربي في ريف دمشق تعد من أبرز مناطق إنتاج التفاح في سوريا وتسهم بنحو 30% من النتج المحلي على مستوى البلاد وكذلك تنتج الإجاس والدراق والعنب والتين ولكن نتيجة النسب الكبيرة من الضرائب الذي يدفعها مزارع القلمون فقد انقلبت أرباحهم إلى خسائر وأصبحت زراعة الأرض تجرب لهم الهم والمخاوف بدل الربح